إلى نهاية تمام حمله فلم أشدد بها الطلق بإن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساددا شاقرا حامدا كأنه البدر في تمامه فحل الكعام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصل عصر وبارق على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشراق البدر علينا فاختفت منه البدود فاختف منه البدود فاختف منه البدود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمش أنت بادر أنت نور قوق نوري أنت بيكسير وغالي أنت بيكسير وغالي يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام 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 عليك اشتركوا في القناة 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربي يا الله يا الله يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ربي يا ربي سلام عليك يا ربي يا ربي يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلوات الله عليك سلام عليك يا صلوات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنظر آباؤهم لا قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أولالا طانفهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشر الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة واجر كريم ننحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعزسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبئوا المرسلين وما لألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني إذا لأ في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء كنا منزلين إن كانت سلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملت سؤيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار فقلوا في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يرقبون فإن شع نقرقه فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين وإذا قيل لهم بين أيديكم وما خلفهم لعلكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أنفكوا مما أرقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نت اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجه في ضلال على الأرائك متقعون لو فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم على تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأجنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكبرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم أفلا يقنون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ألهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون وهم لهم جند محضرون فلا يهزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسع خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم من هدوك دون أوليس الذي خلق السماوات على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقعد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في شدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الشلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العني العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلف الله نفسا إلا وصعها كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الله حيمين ارحمنا يا أرحم الله ارحمنا يا أرحم الله حيمين ارحمنا رحمة الله وبركاته ولكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الردس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم بصني أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدحا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اللهم بصني بصني أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبون الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير حسبون الله ونعم النشير استغفروا ربكم إنهم كان وفارا استغفر هل عظيم استغفر الله 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 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ أَفْدُ الذِّكْرِ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحانه العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم untuk acara selanjutnya yakni sambutan untuk sambutan kami persilahkan kepada Buya Biyaji Abdul Wahid Harun kepada beliau kami persilahkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا محمد بن عبد الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَمَّا بَعْدَهِ حَدْرَتَ الْمُحْتَرَوْمِينَ seluruh yang hadir sore ini yang kami hormati seluruh sivitas akademik Mambaul Hikam terlihat beberapa Bapak Ibu Dewan Guru Orkan Dalem yang kami hormati syukur Alhamdulillah sore ini kita bisa silaturrahim hingga diikat kalian acara yang saya lihat lengkap hari ini yang pertama maulid memberingati hari lahiri kanjeng Nabi muki-muki yang salah syafa'ati pun senajan lo mencosolawati gak kabe serius muka-muka kanjeng Nabi kersong ageni kita sebagai ummatan marhumah inggang binjang untuk maksyar binaringan syafa'ati pun inggang Al-Uzma amin Allahumma amin kita penggalih kawlil marhum yang ke-6 karena wafatnya pada tahun 2017 yang lalu sehingga kenaplah hari ini yang ke-6 muki-muki Al-Marhum di alam barzahnya mendapatkan banyak rahmatan sesudah mengufirah dari Allah dan muka-muka mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya yang ketiga hari ini banyak yang tidak pernah ketemu jadi ketemu termasuk dengan keponaan sendiri ini ini wangil hari ini ketemu semua istri Al-Marhum Ibu Hajani Ibu Hajani Zahrutin Nikmah juga tidak pernah terlihat hari ini Alhamdulillah ketemu semua dan bahkan alumnus-alumnus yang mengidolakan Al-Marhum waktu itu hari ini tanpa diundang pun terpanggil untuk hadir ini menandakan ada ikatan batiniyah yang sangat mendalam dengan Al-Marhum moga-moga kita semua akan berkumpul dengan beliau dunia sampai di akhirat nanti karena sambutan maka saya hanya menyampaikan satu hal saja Nabi menyampaikan panggilim كَفَابِ الْمَوْتِ وَاِذُونَ وَفِيْ رِوَيَةٍ أُخْرَى كَفَابِ الْمَوْتِ مَوْمَئِذَا cukuplah kematian itu menjadi pitutur terkadang orang itu dikandani singgurip wangil kalau sudah dikandani singg mati baru kemudian sadar betul moga-moga beliau menjadi inspirator semua yang masih hidup ini bahwa mau tidak mau pada saatnya akan ketemu di sana karena Allah yang tahu berapa usia kita yang tersisa seperti proses Allah menciptakan buah mangga waktu yang menembe kembang wis rontok waktu yang pentil betera angin berguguran waktu yang pencit di sawat arek-arek roto ada yang sudah jadi mangga tapi masih mentah lalu jatuh ada yang sampai solo dihunduh sehingga terkenal jadi masak di pohon masak pohon apa masak di pohon itu terserahlah wisnya dan bahkan ada yang kerowak cari pelok itu enggak roto-roto semua orang berharap usianya panjang tapi yang penting barokah nah kalau seandainya kita ditanya orang sebagai kontraktor Tandang Gawini sowe kait mari bayarannya sama dengan Tandang Gawini mek diluk wis mari kira-kira milih mana ini bayarannya podo halo gabatewani jawab Tandang Gawini sowe dengan Tandang Gawini diluk karena kontraknya sudah habis bayarannya podo milih mana milih diluk sudah siap gak bahaya tak ngutangi durung lunas paling-paling rata-rata yang enggak mau mati itu karena ngutangi durung lunas sehingga ngutangi lunas ya terserahlah yang di atas sana panjang ya enggak apa-apa pendek ya enggak apa-apa tapi satu pitutur yang nyata saya pernah cerita pada almarhum Yai Wufron Karim Ketapang Almarhum ketika baru saja mendengar berita wafatnya Kiyai Khisnullah Gununganyar Tambak Surabaya Selatan ya yai kireng beritai Yai Khisnullah Seto kapan Gus ingin ane rebu nih loh umur pintan umur sekawang dosa kali nah persis dengan usianya kakak ini almarhum 42 diam terus setelah itu bicara begini anugus bahwa banter sehingga gelis tutup ngiler sih jeningan pun banter-banter cek boten gelis tutup sejak itu saya terus calling down besantai ya orang-orang yang ngoyong-ngoyong cek gak gelis halo ini Bapak Ibu Dewan Guru tolong mending hidup itu mengalir saja menurut ilahnya Banyu supaya gak gelis betul karena kontraknya habis itu kan gara-gara dihitung oh targetnya sudah terlampau ya sudah selesai masa hidupnya sudah selesai idealnya memang hidup di dunia ini biasanya setelah dewasa nikah berumah tangga kemudian punya anak sampai mengantarkan seluruh anak-anaknya mentas ya selesai tugasnya sudah tuntas sudah purna baru Allah memanggilnya tapi ada yang belum sampai segitu tapi ada juga yang sudah sampai tua saya punya jamaah yang usianya 114 gak mati-mati itu kalau dengar ada inna lillahi wa inna ilahi roji'un telah meninggal dunia bla 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 dia itu menangis kok boton kulo sih kustus yang dipundut karena rupanya hidup terlalu lama juga agak enak wis untune wis sorano makan sembarang kaleroyat edas komunikasi dengan yang masa sekarang masih hidup ini sudah gak nyambung frekuensinya sudah gak ketemu yang tua-tua paling rone sudo genyong ketelong pohong yang muda-muda ini rone sebelah pisa sudah lah tawah nama-namanya bitah semua itu gak nyambung sudah gak nyambung itu ternyata yang gak enak ya terserah lah yang di atas sana kalau memang seperti doa nabi kalau seandainya hidup ini masih bermanfaat masih lebih baik ya kita mohon diberi tambahan kehidupan kalau seandainya hidup sudah gak ada gunanya selapa nambah-nambah itu so nah moga-moga seluruh yang hadir ini mendapatkan pencerahan tentang kematian beliau makanya saya sejak diingatkan oleh ya ibu Fron itu saya disuruh ngaji ke luar kota gak pernah mau 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 ngeri kok kalau ini malang mau kalau ini tuban mau kalau ini belitar mau kalau kalau ngopeng ngopeng ini mau ngantuk ngantukan karena orang ngantuk itu tanda minal mukhlis orang-orang yang ikhlas karena inna akthar ahil jannah albulhu sungguhnya mayoritas calon bangun di surga itu orang yang lugu saya nalar salah satu diantara min alamatil min alamatil bulhi itu adalah ngantukan orang-orang yang ngantukan biasanya ikhlas orang-orang tonggoni rasan-rasan ngantuk itu tanda orang Masya Allah berbahagialah yang suka ngantuk lama-lama Allah akan memberi bangun ulang ada ikut ngantuk atas nama tuan rumah keluarga besar almarhum kakak kami Haji Ahmad kami itu kalau manggil beliau kakak karena kebetulan nikah dengan adiknya tapi dia manggil saya itu cacak karena sejak dari awal saya ini cacak misanannya karena Mbah Yainur Salim itu kakaknya Mbah saya itu kakaknya Mbah Hozin walaupun tidak langsung tapi diselah-selah Mbah Haji Mariam sehingga kalau manggil saya itu cacak begitu saya nikah dengan adiknya mana adiknya ada ya oh ya tadi gak absen saya akhirnya manggil kakak ini malaikat bingung ini saya manggil dia kakak dia manggil saya cacak sehingga giji gajel banyak kenangan manis dengan beliau tapi intinya bermuara pada satu yaitu untuk membesarkan Mbah Oleh Hikan atas nama keluarga besar almarhum moga-moga rawuh penjeningan semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal ada hal yang kurang berkenan apapun dalam rangka ikramutuyuf kami dengan rendah hati mengucapkan jazakumullah mengucapkan alafuminkum akhirnya atas nama pribadi juga mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh untuk acara selanjutnya yakni pembacaan manakib Ayah Alawi yang akan dicamkan oleh Abah Haji Nur Salam kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Wal Marusalin Wa Ala Alihi Wasohbihi Ajama'in Qala Anbiya Sallallahu Alaihi Christians Uda ma tab no ta ma inkata amaluh illa min salasin sadakutin jariyah aw al-min yindaf'ahu bihi aw ladin solihin yada'u lah al-hadis aw kama kore uma ba'du tum tem para محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليه وسلم yang telah memberikan kita dari jalan kebualiman menuju jalan yang diridai oleh Allah SWT ساعترهنبون dalam ngabonten نيكيوهو تدونان قلو كجب ketika disewuni وقتل قلو نيكي رضو كجب Alhamdulillah قلو cerita masalah kakak Haji Ahmad Alawi اللهم اغفر الله وارحمه وعافه وعفانه اللهم اجعلنا قبره رودة من ديادل جنان ولا تجعلنا قبره خفلطة من خفار نيران الفاتحة الظب NochFormه وَأَنزَهُ وَاَعْذِهِ وَأَنزَى وَأَوْنَهُ وَأَرْجِيمًا سُلَّا وَأَلْحَأَهِ وَأَرْحَمَنُ وَأَعْمُّ اللهم اَرْحَمَنِوْا وَاكِيَوْا أصلاقنا الحالة أبصد نحل حالية كان السبري أعطا الأخف أعطيت شراء المؤاذة أكبر لم يتعمل إسمية أدridتي لم يتوجب شيئا أعطيت شراء important ترجمة الم değいる كل إني Lana كانor السبري اجب الحديث في ساعة ، gradually لا تتفقد لكن، انظر. كان الاجتماعي كنابيرا هو الاجتماعي كان الأبغادية انظر بطر التفاجع جدا في الشخص في هذا المنطقة بدأت مجدد وعطوه أنه أعطوه أنه ماشاء الله مرحباً مرحباً فإنه لا يتوقع فإنه يدعى فإنه يدعى فإنه يدعى فإنه يدعى أرهباً بانر جبت 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 مغاني نبو أدل سنبه نمغاني البندق الحمدللله ككك حي أحمد الهوين مeninggalkan 3 putera 1 puteri مغاني مغاني تتسلسل وَلَدُنْ سَلِخُنْ يَدْعُولَ أَمِن أَمِن يَا رَبَ الْعَالَمِن نِكُمَا وَن يَا مُكَمْ سَكَدْ كُلَو أَا دُورَ أَا قَنْ كُلَو أَا سَانْتَ أَا تَا رَبَ الْعَالَمِن تسيطة وَقَطُ وَفَدْنَا بَلْيَوْنَicُوهُ كُلَو أَمِنْ أَا سَكَدْ مَرِكِ كَانَ كُلَوَ لَا أَا مَا أَا مَا أَا مَا أَا دُكِ حَجِ 3 hari setelah pulang dari haji بليون هوافت لكني أشىت لكنني أشىت أخيرا أما days أشىت ليس في صema يحىت لدينا مشارك أن afterward محمد باياجي محمد إفان طيب أن يحى لدينا أشىت كان أصرع لماذا أنصرع حتى موظف السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة